تحسيسي أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي بمناطق أحياء شرق القاهرة والتجمع مرورا بالكبار الجديدة على الطريق الدائري ومحور الشهيد وصولا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي وقد حرس السيد الرئيس على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية خاصة أعلى كبر تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الأوتوستراد موجها سيادته بسرعة انتهاء الأعمال قبيل حلول شهر رمضان المعظم منطقة اللي احنا فيها دي يا فرلم تم حفر أكتر من 200 ألف متر في طربة صخرية باستخدام المعادات الميكانيكية لتجنب النسف لوجود منطقة سكنية كده وتم راتب أكتر من 350 ألف متر مكعب باستخدام أعلى معايير الجودة طيب احنا هنخلص قليلا ان شاء الله خلال شهر ثلاثة ده هنقبل رمضان ان شاء الله مش كده ان شاء الله خلصت اللي لبات وكل شيء والربات بجميع العمل التكمليين لا حتى ابتداء الامر الصناعي خلص خلص ده يعني كده راح بالنهور انتهى تماما ان شاء الله فانيانوطة الربطة على طريق السترابة هل انتم شايفين في حاجة تانية؟ ممكن تيسر للمنطقة هنا لتحركة بتاعته ممكن نعملها التقاطع ده فانيان كان دايما مزدحم لان الاصطراط الطريق رئيسي مع دخل الزهراء المعادي وحي المعادي فاخنا دلوقتي فانيان قدرنا نحرر الحركة تماما طيب انا بكلم بقى على المنطقة دي كلها تمام صدر هل في حدة او في حركة تانية نحتاج مننا نوسع المحاول نزود حرر الحرسين او نزود كباري نحرر الحركة فيها بس ان الحركة انت كده انا بكلم حركة العمودية على كل حد انا بقول الكلام ده عشان لو كان ده مجال انك انتم تفكروا فيه فكروا ندريسة فانديم ويتم العرضة حاجة تانية؟ شكرا المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان الجولة التفاقدية للسيد الرئيس تضمنت عددا من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وقد حرس السيد الرئيس على التوقف اثناء الجولة التفاقدية ليناقش العاملين والمسؤولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجهدية محور حصابيات القراوي بيبدأ من صنعية الامر الصناعي مرورا بتقطعه مع محور الاصطراط ومرورا بمنطقة زهراء المعادي ويتقاطع مع محور الطريق الدائري على كبرية السيادة كمشرفة عليها فانديم وبينتهي عند نفأ الاصمارات فانديم المحور هذا فانديم بيأخذ القادم من مناطق جنوب القاهرة والقادم من حلوان وطريق السيد الحر وبيربطوا مع شرق القاهرة في اتجاه العاصمة الإدارية عن طريقة محاور فانديم المحور الأول محور الدكتورة ساميرا موسى المحور هذا فانديم بيبدأ من نفأ الاصمارات وبتقطع مع محور الشهيد ومحور المشير محمد علي فاهمي ومحور اللواء عمر سليمان ومحور المشير تنطوي حتى شارع جمال محمد علي ومن القادم من الجنوب لمناطق شرق القاهرة ومناطق العاصمة الإدارية عن طريق محور اللواء عمر سليمان اللي بتقاطع مع محور محمد علي فاهمي ومحور الدكتورة ساميرا موسى وكذلك بين القادم من الجنوب المناطق دي عن طريق محور المشير تنطوي الطريق ده يا فانديم برضو بيربط القادم من الجنوب بمناطق شرق القاهرة وطريق السويس ووصولا لمطار القاهرة الدولي عن طريق محور شينزوابي مرورا بمنطقة مدينة نصف ومدينة العمل كذلك يا فانديم المحور ده بيربط ما بين مناطق الجنوب ومناطق شمال القاهرة وغربها عن طريق محور امتداد المشير ومحور جهان الساداد يبا كده فانديم المحور ده نقدر نقول انه هو بيربط مناطق الجنوب بالكامل القادم الحلوان ومناطق الجنوب القاهرة ده المحور رقم تمانية ان احنا قلنا المحور بتاع طريق السويس نفسه ده محور ويربط الشرق بالغرب ويربط شرق القاهرة وامتدادها لغاية التجمع والغاية السويس والغاية العاصمة الجديدة بالمدر المدر اللي موجودة عليها صح كده؟ ثم عندي بعد كده محور او كبري سبيل غالب وده بياخدني من شنزو ابي ويكملني لغاية التجمع الاول صح كده؟ اللي انا عايز اقوله هنا ايه ان احنا مش بنقول الناس ان احنا ربطنا بس كده احنا عملنا تعدل وتنوع في وسائل اه الانتقال من الشرق من شرق القاهرة بشكل مريح جدا جدا بحيث ان انا قربت قربت بخليتش الناس النهاردة وهاي بتتحرك من من وسط القاهرة مثلا في اتجاه شرق القاهرة ما يبقاش عنده غير مثلا مثلا محور السويس او مثلا محور المسير تنطاو لأ انا عملت فريال اشرف عملت ده عملت عمر سليمان ادي محور تاري عملت حسباله الكفراوي اللي احنا نتكلم عليه اذا انا مش فكرة ان انا انا بقوله هنا مش عشانك انتوا اللي عمليينو لكن انا بقوله عشان الناس ايه ايه عارفة احنا ليه عملنا كده عملنا محاور كتير ليه عشان اوزع حجمه وكسافه العربات الكتير اوي اللي كانت قربت السعباش عالالف المنطقة دي ويبقى النهاردة الناس عندها اكتر من 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 مصار حركة يخدم على كل واحد تبقى لاقرب نقطة ليه اقرب حاجة للسكن بتاعه او للعمل ادي نقطة واحنا شغالين بعد كده في الغرب طبعا بنفس الطريقة يعني احنا شغالين في الغرب عشان نعمل شبكة طرق اخرى لغرب الغرب النيل يبقى غرب القاهرة ان شئت انت سموه كده انتو هنا المفرد هتعملوا حاجة توصلكوا لغاية صلاح ساني من فوق النفق هنطلع على الوصل بتاعت المقطة على الجبل وانو يوصل لغاية نعد المقطة من نفسه مش كده فاندو ايوه ونوصل به لغاية صلاح ساني مقبوطة فاندو انتو كبرة يتعمل في الصينية فاندو من عن شرعة اسم نعم انتو اللي شغلين جدا امتى معادنا انتو في التصميمات وكلام لكن انتو قدامكو بعد التصميم وصلكو ثلاث شوهر كتير؟ نعم يا فاندو ان شاء الله مش كده ولا قليل كتير انا انا عايزو لك انا حاجة انتو شفتوا الموضوع ده بيعمل ايه في الناس طبعا بيوفر لهم مقول طبعا انت عايز تقولين ايه بننفذة فاندو لتحرير التقطعات فاندو على المحاوة محور سيادتك حصاب الله كفراوي احنا نفذنا عليها فاندم تم تنفيذ كبري اعلى الاستراد فاندم وده بيحقق ربط كامل مع طريق الاستراد ثم تم تنفيذ فاندم ثلاث اعمال صناعية نفق واثنين كبري لتحرير الحركة مع الطرق الداخلية بمنطقة زهراء المعايدة فاندم ثم تم تنفيذ كبري اللي هو حصاب الله كفراوي اللي سيادتك مشرفنا عليها فاندم اعلى الطريق الدائري لربط المحور بالطريق الدائري وسيادتك تم تنفيذ نفق الاصمارات لتحرير الحركة مع المتجهة فاندم لمحور الدكتورة ساميرا موسى ومحور عمر سليمان ومناطق المؤطم سيادتك محور الدكتورة ساميرا موسى فاندم ده عليه اربع كبار يا فاندم فيه كبري بيحرر الحركة مع محور الشهيد وده بالفعل فاندم منفذ وجاري العمل بتلات كباري لتحرير الحركة مع محور المشير محمد علي فهمي ومحور عمر سليمان ومحور المشير طنطوي سيادتك كبري تنفذ وسيادتك محور الدكتورة ساميرا موسى فاندم هيوصل لحد شارع جمال محمد علي لحد كبري البطلة في ريال فاندم أعلى طريق دائري ونحن كده ربطنا المحور بمناطق الطاهرة الجديدة ومنها للعاصمة الادرية يعني انت عملت محور موازي بالدائري بالضبط بالضبط فاندم وده اللي احنا زلول للناس ونحن مش هنكتفي بس بالدائري ممكن نتحرك عليه والناس اللي متحركة ممكن تبعد دخمة تعد الكاميرغية وتمشي موازي لطريق الدائري دون المرور بالطريق الدائري فاندم في سيادتك محور عمر سليمان فاندم متنفذ فاندم بالفعل ومتنفذ عليه ثلاث أعمال صنعية شوف ده آخر محور من أول طريق السويس وسامير غاني وفريال أشرف وعمر سليمان والمشير تنطاوي ده آخر محور ده آخر محور سيادتك برضو محور عمر سليمان فاندم بيربط كده فاندم المحور حصاب الله الكفراوي مربوط بمحور عمر سليمان محور عمر سليمان فاندم تنفذ عليه ثلاث أعمال صناعية عشان نحرر الحركة فاندم مع محور الشهيد ومحور نحن ممكن نقول للناس ان المحور ده بالكامل متحرر الحركة عليها تمام سياد بحث ان هي مبقيتش في اي اعاقة وهو ماشي على الطريق لها حد تقطعات او كلام وانت هتعملوا الكوبري مش كده محمد الكوبري اللي هو عند مدخل الاسمرات مش كده عشان تدخلني على هنا مستريح بعيدة عن اللقفة اللي مش كده برضو انتو اللي هتعملوه سيادتك محور محور شينزو ابي عليها فاندم خمستاشر عمل صناعي اثناشر فاندم بالفعل تم تنفيذهم وجاري تنفيذ تلت اعمال صناعية فاندم عملين عند منطقة دردينيا ودول خلاص فاندم يعني يكاد يكون انتهينا منهم والمحور اللي بحرر الحركة فاندم مع الكوبري اللي بحرر الحركة مع محور الشهيد علشان سيادتك ما نخلقش تقطع مع محور الشهيد مع محور المشير مع محور شينزو ابي ولا سيادتك يعني يوصلين ناس بالتنفيذ خمسين في المئة وفي سيادتك برضه فاندم من ضمن يعني على رمضان يكون خلصان شكرين احنا معنى في رمضان شكرين سلام عليكم موسيقى 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 موسيقى